السلام عليكم اهلا بكم في قناة كوريشي ميجر في الفيديو هنعمل شنطة وسط مكرامية بطريقة سهلة جدا وبسيطة انا هستخدم خيط سلسلة 2 ميلي ماركة المتميز دي افضل ماركة تشتغلي بيها شنط مكرامية طحفة جدا الخيوط هتلاقيها موجودة في جروب كوريشي هستيسب لكل لينك الجروب في صندوق الوصف لو دي اول مرة بتشوفيني بتمنى تشارك في القناة وتفعلي الجرس عشان يفصل لك كل الفيديوات الجديدة بتاعتي هسفكم على الشرح انا هبدأ اشتغل بالوش بتاع الشنطة انا الشنطة مكونة عندي من وش ودهري فانا هنا هبدأ بالوش اول حاجة انا هشتغل الوحدة قلة في النص انا عندي وحدتين هيكون طول الخيط فيهم واحد او 3 وحدات طول الخيط هيكون فيهم واحد اللي هو 160 صمتي الوحدة عندي مكونة من 5 خيوط فانا هسبت 5 خيوط طولهم 160 صمتي هبدأ همسك الخمس عقد بتوعي واقسمهم بالنص يعني هيخد هنا خمس خيوط وهنا خمس خيوط بالشكل ده اول حاجة هبدأ من الاتجاه الشمال اول خيط ثابت معي وبشتغل بالخيط اللي انا بمر عليها بالعقدة المزدوجة سطر ميل بالشكل ده هيخد اول خيط واشتغل اول عقدة مزوجة طبعا العقدة المزوجة احنا شرحناها كتير مع بعض بس هنشرحها برضو بطريقة سهلة وبسيطة باخد الخيط وبعمل بيفور على الخيط اللي ثابت معي وبسحب الطرف بتاعه من تحت الخيط بالشكل ده العقدة سهلة جدا لو انت مبتدئة اهم حاجة تعلمي عشان تعملي معينا الشنطة دي العقدة المزوجة والعقدة المربعة وبس كده هكمل على اخر خيط عندي واشتغل برضو بي عقدة مزدوجة خلصت كده اول سطر هيخد اول خيط برضو سابت معي وبشتغل بكل الخيوط اللي انا بمر عليها اللي هما الاربع خيوط برضو سطر تاني بالعقدة المزدوجة بالشكل ده خلصت كده اول اتجاه وقرر اللي انا عملته بالزابط من الاتجاه التاني برضو بياخد اول خيط وسابت معي وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها عقدة مزدوجة بالشكل ده خلصت كده اول سطر عندي وهكرر برضو سطري تاني باول خيط سابت معي وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها عقدة مزدوجة بعد كده هياخد الخيط بتاع اللي اتجاه اليمين هو سابت معي وبشتغل بالطرف الشمال لعقدتين برضو بنفس الطريقة عشان اقفل اول وحدة عندي بعد كده هسبت برضو خمس خيوط وخمس خيوط يعني خمسة على اليمين وخمسة على الشمال عشان اعمل كمان اتنين وحدة بنفس الاطول دي يعني هعمل الوحدة دي تلات مرات بالوحدة اللي انا اشتغلتها وكده ابقى اشتغلت المنتصف بتاع الشنطة بتاعي انا كده اشتغلت الوحدتين خلاص وهبدأ بقى ان انا اشتغل الوحدتين اللي على الاطراف وحدة قبلها ووحدة بعدها طول الخيوط اللي انا محتاجة هنا مية وتلاتين صمتي انا بديكو اطوال الخيوط بالزبط يعني مش بزود انت حابة تزودي لو خايفة زودي ممكن عشرين صمتي براحتك بس انا بديكو الاطوال بالزبط على الطول اللي انا عملت به الشنطة لان الخيوط ده غيلي فما هتضرش فيه فانا بديكو الاطوال اللي هتطلع لك نفس المقاس اللي انا عملته بالزبط بعد ما ثبت الخمس خيوط على شمال الوحدة عندي اللي انا كونته هبدأ ان انا اكرر نفس الوحدة بالزبط برضو اتنين سطرين واثنين سطرين تمام طبعا انا زودت وحدتين واحدة على اول الشغل واحدة على اخرها الطول الخيوط فيها تمانين صمتي هبدأ ان انا اشتغل الوحدة الجديدة بياخد من كل واحدة خيتين واشتغل بالاربع خيوط عقدة مربعة بعد كده بياخد من العقدة المربعة خيتين مع الخيتين اللي قابليها واشتغل بيهم عقدة مربعة وبعد كده هياخد الخيتين التانين مع الخيتين اللي بعديهم يبقى عندي اربعة خيوط واشتغل برضو تاني سطر عقدة مربع يعني عندي اول سطر فيعقدة واحدة تاني سطر اتنین عقدة تالت سطر باخد خطين من كل عقدة وبشتغل عقدة واحدة مربعة زي عمقنا بنعمل بالزبط في الشكل المعين اللي هو بنعمل عقدة مربعة ونتنقص عشان نقفل عليها هبدأ ان انا ااخد الخيط اللي هو قبل الواحدة على طول اللي هو قبل الاربعة خيوط واشتغل بيعقدة مزدوجة عشان عقدة مزوجة بالشكل ده. وهكرر اللي انا عملته من اتجاه مين برضو. هيخد الخيط اللي سابت معي وبشتغل على الاربع خيوط عقدة مزوجة بالشكل ده. الخيط سابت معي بعد ما خلصت الاربع خيوط وبشتغل على الخيط اللي هو بتاعي ناحية الشمال برضو عقدة مزوجة عشان اقفل الشكل المعين في بعض بالشكل ده. انا هكرر نفس الوحدة ما بين كل وحدتين عندي يعني برضو هيجي على الوحدتين اللي بعد كده. واعمل عقدة مربع بالاربع خيوط اللي في النص بعد كده باخد اول خيتين مع الخيتين اللي قابليهم واشتغل برضه عقدة مربع واحدة يمين واحدة شمال وهكرر برضو الخيتين مع الخيتين اللي بعديهم بنفس الطريقة وبعد كده السطر التالت عندي عقدة مربع واحدة وابدأ ان انا اشتغل عقدة مزدوجة بالخيتين اللي على الاطراف عشان اقفل للشكل المعين بتاعي انا هنا قررت طبعا الشغل ما بين كل وحدتين زي ما انتو شايفين بقى عندي اتنين اربعة ستة يعني عندي اول سطر سبعة وحدات تاني سطر ستة وحدات وهكذا كل سطر بيقلم معي هنا بقى هيخد الخيوط كلها اللي ما بيني لشكل المعين وايخد الطرفين واشتغل على كل الخيوط عقدة مربعة بالطريقة دي بعد كده بقسم الخيوط بتاعتي بالنص بالزبط وباشتغل الشكل المعين بتاعي سطر مزدوجة من اللي تجاه اللي مين بالشكل ده على الاربع خيوط باشتغل عقدة مزدوجة بالطريقة دي بعد ما خلصت اخر خيط عندي هيخد اول خيط تاني عندي واشتغل بيه برضو سطر مزدوجة يعني بقرر اول خطوة عندي اللي انا اشتغلتها اللي هي مكونة من سطرين مزدوجة بس الفرق ان انا عندي هنا عقدة مربعة كبيرة ما بين الوحدة هكرر اللي انا عملته من اللي تجاه الشميل من تجاه اليمين الخيط بتاع الشكل المعين ثابت معي وباشتغل بالاربع خيوط اللي انا بمر عليهم عقدة مزدوجة وبعد كده باخد اول خيط تاني برضو وكرر سطر تاني من العقدة المزدوجة بالشكل ده خلصت كده اشتغلت طبعا برضو على اخر خيط عندي وبعد كده هقفل بقى الخيطين في بعض زي ما كنت باشتغل فوق بالزبط هكرر اللي انا عملته برضو ما بين كل وحدتين عندي باخد كده الخيوط كلها وباشتغل بالطرفين عقدة ومربعة واحدة يمين واحدة شميل وبعد كده بقفل الشكل المعين بتاعي الشنطة طريقتها سهلة جدا وبسيطة وهي الورشة سريعة لان انتو طلبتوها ورشة وانا كنت مش ناوي ان انا صورها بس قلت صورها لكو كده ورشة سريعة فان شاء الله الشرح يكون برضو سهل عليكم ولو اي حد ويف قدامه اي معلومة هيقدر يتواصل معي عن طريق لينك الجروب بتاع القانوة دايما بس بقولكو في صندوق الوصف خلصت بقو هكرر الوحدة دي تلات مرات بقى عندي كده اتنين اربعة خمس واحدين الخطوة اللي بعد كده هي تكرور للوحدة التانية بالزبط بياخد الاربع خيوط اللي ما بين الوحدتين وباشتغل بيهم عقدة مربعة وبعد كده الخيطين مع الخيطين اللي قابليهم واعمل برضو عقدة مربعة وبعد كده الخيطين من العقدة المربعة مع الخيطين اللي بعديهم بالزبط وباشتغل عقدة مربعة والسطر التالت عندي فيه عقدة مربعة واحدة بياخد خيطين من كل عقدة واشتغل عقدة مربعة وبقفل للشكل المعين عليهم وكده يعتبر احنا شرحنا كل الشنطة الوش يعني كله تكرور لبعض فهو سهلة جدا ما فياش اي شغل بجد يعني هتلاقوا فكرتها في الاخر سهلة خالص بسيطة جدا وطبعا احنا بننزل بالكيرف بتاع الشنطة ان احنا بنكمل الوحدات من على الشمال واليمين بتاع الشنطة فهنشوف الاخر ازاي بيبقى شكلها انا هنا عندي النهية تلاتة في الشنطة اللي هون كانت اتنين بس انا حبيت الشنطة دي ان انا اكبرها من تحت ما تبقاش وغدا الكيرف دي فحبيت ان هي اكبرها من تحت يكون اوسع شوية فعشان كده بدأت بسبع وحدات لو عايزة تعملي هون هتقللي عن السبع هتخليهم ستة تمام هنا بقى انا ثبت خيط عشان اقفل شكل الشنطة كله من عندي عشان اشتغل على الشنطة كلها عقدة مزوجة فهيثبت من على الشمال خيط ومن على اليمين خيط وهشتغل بالاول خيط ده لحد ماوصل لنص الخيوط بتاعتي كلها اشتغل عقدة مزوجة بكل خيط بمر عليه طبعا الخيط اللي انا مسبتت ده سبت معي انا عملت بقى سطرين بعد كده قفلت السطرين في بعض من تحت زي ما بنقفل اي واحدة انا كده هبدأ اشتغل الظهر انا سبت خيوط للظهر طبعا هشتغل الظهر كله بالعقدة المربعة طول الخيوط عندي اتنين متر وطبعا قصتها بطول شوية عشان ما يهدرش معي انا هنا كده هعمل تسع عقد من العقدة المربعة يعني هنضرب التسع عقد دول انا محتاجة لهم عقدتين لكل عقدة تمام يعني هيبقى عندي مقبل 18 خيط وهبدأ بقى ان انا اشتغل بكل اربع خيوط عندي سطر في البداية عقدة مربعة واحدة من ناحية اليمين واحدة من ناحية الشميل تمام خلصت كده واول سطر عندي مكون من 9 عقد مربعة الخطوة اللي بعد كده بقى انا بعمل تزايد بالخيوط طول الخيوط اللي انا هعمل بها تزايد هي 150 صمتي تمام بعمل تزايد عشان ابدأ ان انا اكون الظهر الظهر عندي واخد كرف كده من فوق هتشوفوه طبعا واحنا بنشتغل سطر سطر فانا بسبت عقدة كده من اول الشنطة من على اليمين واخد العقدة اللي انا سبتتها مع اول خيتين من العقدة المربعة واشتغل اول عقدة في السطر التاني بعد كده هياخد بقى خيتين من اول عقدة مع خيتين من تاني عقدة واشتغل سطر تاني من العقدة المربعة بكل أربع خيوتي قابلوني بعمل عقدة مربع واحدة يمين واحدة شميل هفضل برضو مكررة نفس الخطوة لحد ما وصل لآخر عقدة عندي وابدأ ان انا اسبت عقدة على الخيط اللي انا مسبتها عليه الخيوط بتاعة الشنطة هسبت كده اخر عقدة طبعا قلتلكم الخيوط اللي انا بسبتها طولها 150 صمتي تمام هسبت كده العقدة وهشتغل العقدة دي مع اخر خطين اتبقوا عندي عقدة مربعة برضو واحدة يمين واحدة شميل بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر بسبت عقدة من هنا وعقدة من هنا وارجع لكم انا هفضل اسبت لغاية ما رجع لكم ونشوف ان احنا عملنا نفس العدد اللي انا اشتغلته بالزبط في الوش ترجمة نانسي قنقر خلصت كده توصيل الخيوط للضهر وده الكرب اللي انا كنت عايزة اخذه عشان ده المكان اللي انا هركب فيه السوسطة هحط الضهر على الوش بالشكل ده واخد اول خيط عندي في الوش واشتغل بيه عقدة مزدوجة على كل الخيوط بتاعت الضهر عشان اوصل الضهر في الوش بتاعي انا كده ده يعتبر السطر بتاع المزدوجة هو زي ما انتم ما شايفين كده انا بوريكم في الشنطة التانية ان انا وصلت كده الشغل وده الكرب اللي انا عملته تمام هفضل بقى ان انا شغل عقدة مزدوجة بكل الخيوط بتاعت الضهر على الخيط اللي انا اخدته من وش الشنطة بالشكل ده خلصت كده ووصلت برضو عندي بكمل اخر خيط عندي بكمله مع اول خيط يعني بقى في الخيط بتاعي الوش مع الخيط بتاعي الوش برضو هبدأ بقى كده ان انا اشيل كل الخيوط بتاعتي واشتغل بخيوط الضهر فقط انا مش هشتغل تاني بقى بكل الخيوط لأ انا هشتغل بالخيوط بتاعي القطعة بتاعت الضهر هاخد اول اربع خيوط عندي واشتغل اول عقدة مربعة وكرر كل سطر عقدة مربعة بكل اربع خيوط ما عنديش اي حاجة غير ان انا باشتغل عقدة مربعة في الضهر كله بس في طريقة بقى اللي انا باشتغلها اول سطر هنا هيبقى سطر سيبت بعد كده هبدأ ان انا اعمل تنقص عشان اخد الحجم بتاعي الوش بتاعي طبعا دوت يعني بديه انت هتعرفي تعمليه هتسيبي اول خطين وتغذي من كل من كل عقدة عندك خطين ولو حسيت ان انت فيه سطر مش محتاجة تعملي تنقص فيه ما تعمليش تنقص فيه هتشتغلي عادي سطر من غير تنقص وسطر بتنقص انت دايما هتتبعي الوش والضهر وانت شغلة يعني انا هنا عملت الكرف بتاعي نفس الكرف بتاعي الوش تمام؟ هبدأ بقى اسبت كده كده الخيط واشتغل برضو الخطوة دي على فكرة اختيارية بس انا حبيت ان انا اعمل نفس العقدة المزدوجة على الضهر زي ما عملتها على الوش اشتغل برضو سطرين من العقدة المزدوجة كده انا سبت خيط وباشتغل بكل الخيط بتاعة الضهر عندي عقدة مزدوجة بالشكل ده زي الوش بزبط انا كده عملت السطرين بوريكو بعد كده بقى هقلب الشنطة بتاعتي عشان ابدأ قفلها انا هقفلها من جوه تمام؟ هياخد كده اول خيتين معي واشتغل عليهم عقدة مربعة انا الخيط لقيته الناحية التانية كان قصير فوصلت قطعة خيط واشتغلت عليها عادي ان احنا نوصل قطعة خيط بعيدة عن الشغل ونشتغل بكل خيتين عليها عقدة مربعة واحدة يمين واحدة شميل احنا طبعا قفلنا بالطريقة دي بشنطة قبل كده اللي هي كانت معمولة مفرغة فانا شرحتها برضو بسرعة لو ما وصلت لقوش ان شاء الله هنزلكو برضو طريقة قفل شنطة قريب هتكون سهلة اكتر بس دي سهلة جدا وبسيطة احنا بنشتغل بكل الخيط بتاعة الوش والضهر عقدة مربعة مش بعمل اي حيجة هتثبتي بس خيطين كده من الجنب بتاع الشنطة تسحبي العقدة وتبدأ ان انتي بكل خيط وصود وخيط من يعني كل خيط من الوش وصود وخيط من الضهر هنشتغل بيعقدة مربعة وبعد كده هنلزق الخيط اللي زيادة نقصها من جوة ونلزقها وما فيش اي يعني اي ركات كانت صعبة مسلا في الجزء اللي ما تصورش فانا بقولها لكم دلوقتي في الشر هو انا ما عملتش اي حاجة لان انا كملت قفل الشنطة ونضفت الشنطة بتاعتي من جوة زي ما انتم ما شايفين هبدأ بقى ان انا اسبت السوستة بتاعتي انا جيت في الجنب وبسبتها بالخيط اللي هو الشفاف او خيط الصنورة عشان انا بحب زي ما قلتلكم دايما انا بحب ان ما ايجي خيط السوستة ادخل واخرج من الشنطة يعني ما بحبش اخيط بالطريقة اللي هي اللي هي من جوة الشنطة لأ انا بحب ادخل واخرج بتبقى اكتر طريقة متينة في السستة. استحالة السستة تفك معي كي. فانا هبدأ بقى اسببت كده اول جزء وتاني جزء انا بوريكو انا هسبت ازاي. سبت السستة وده الشكل النهائي. طبعا انت انا هركب بتونة اكيد. انا ركبت بتونة. آآ هبدأ بقى انا اشتغل الايد بتاعة الشنطة. بسبت الخيوط بتاعتي. الخيوط اللي انت هتشتغل بيها طولها متوقف على حسب الرغبة بتاعتك. هتشوف انت عايزة طول الدراع قد ايه بالزبط? هتدرى بالطول اللي انت عايزاه في اربعة على المجوز وتمانية على المفرد. تمام? فانا سبت الخيوط بتاعتي من غير اي عقد. انا بس فوتها كده من النص. يعني خليت الخدم منتصف بتاعه. وسبته كده بالشكل ده. هعمل على كل الخيوط كلها عقدة مربعة. بس انا بزبط الخيوط الاول عشان اشوف العدلة بتاعتها. اشتغلت على كل الخيوط بأول واخر طرف عقدة مربعة عشان بس يعني اعمل منظر للشكل مش اكتر. ان انا بضمه. هياخد بقى اول خيتين في النص واشتغل بيهم عقدة مزدوجة على بعد بالشكل ده. وبكل خيط هشتغل على الجنب بتاعه عقدة مزدوجة. هياخد اول خيط من ناحية اللي مين? وابدأ اشتغل بكل خيط بمر عليه عقدة مزدوجة. يعني هنشتغل شكله معين. هي اليدة تبع عبارة عن شكله معين. خلصت كده هياخد الاربع خيوط اللي في النص يعني خيتين من كل جنبه هواشتغل اول عقدة مربع. بعد كده هياخد اول خيتين منها مع الخيتين اللي قابليها. وهاشتغل بيهم عقدة مربع بالشكل ده. نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الشنطة بالزابط. انا حبيت ان اليد تكون عمولة شبه الشنطة بالزابط. تمام? آآ وبعد كده السطر التالت هاشتغل بي عقدة مربع واحدة. وقفل الشكل المعين زي ما عملنا في الشنطة. بقفل الشكل المعين من كل اتجاه. وبعد كده هكرر برضو شكله معين تاني وممكن اقرر نفس الوحدة او اغيرها انا اغيرها هبدأ اشتغل الوحدة التانية عندي في اليد فبكمل بالخيط اللي سابت معي عقدة ومزدوجة على الخيط بتوع الطرف الشمال واقرر اللي عملته من الاتجاه اليمين برضو هنا بقى هبدأ ان انا اقفل الشكل المعين بتاعي فانا هقفله هاخد اول خيط من جوة مش هاخد اول خيط يا بني لا هاخد اول خيط من جوة بقفل بطريقة مختلفة طبعا لو الناس اللي متابعيني على القناة يلاقيوا ان احنا اشتغلنا برضو الشكل المعين ده في معلقة قبل كده فوشرحتها بطريقة سريعة لان كل الخطوات وكل الشرح ده انا شرحهاه في فيديوهات القديمة كلها والناس اللي خدت معي الكورس بتاع المبتدئين انا شرحها لهم كل العقاد برضو فالشنطة سهلة جدا مفعاش اي تركات عشان كده الشرح سريع هي ورشة بسيطة وسريعة زي ما انا ما قلت لكم هيكون ورشة فان شاء الله تستوعب وشرح وما تستصعبوش اي حاجة اللي يستصعب اي حاجة يقدر يتوصل معي زي ما قلت لكم على الجروب هنا بوريكم اليد بتاعة الهواني ان انا مغيرة فيها عملت فيها العقدة بتاعة الشنطة العقدتين بتاعة الشنطة ده بقى شكل الشنطة انا ركبت بطانة نص ممكن طبعا نركب على الجزء بتاع السوستة بس انا حبيت يعني لان هي اللي هي شنطة شخصية فحبيت ان هي تكون سوستة بتاعة البطانة يعني بطانة عادية استسهلت فيها بصراحة وده شكل اليد بعد ما قفلتها قفلتها زي ما ققتها بالزبط يعني حطيت الخيوط وعملت برضو عليها العقدة اللي هي بتاعة تسبيت الخيوط مش اكتر بتمنى ان الشرح يكون عجبكم ان الفيديو كان سهل وبسيط عليكم فكرك لو كنتي اول مرة شفيني يريد تشتركي في القناة وعلي قرص عشان يوصل لك كل الفيديوات الجديدة بتاعتي